أنا لما جانت للتليفون من زميلة في الشكروم تمشي لسوريا ما ترددتش لأني حاست حاجة كبيرة برشا حاستها مهمة 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 مستحيل أن النجم ننسيها بكل المقاييس ليست مجرد ذكريات يحفظها عقل أخصائية النفس سيدة الغانمي بل هي قصص العيش ما بين الحياة والموت في بلد تعود أهله على مواجهة الأزمات لتكون تجربة الزلزال الأخير المدمر جزءاً آخر من مأساته حاولت السيدة الغانمي أن تكون سنداً لضحاياه العائلة لما لقيتها في بيت واحدة ما بعضهم الكل الضفلة الكبيرة التي عمرها 21 سنة قتلي أنا سمعت ماما تعيت وبابا يعيت ومن بعد صوتهم سكت فهمت لهم توفق جبدت أخويا اللي عمره أربع سنين لقيته يعني توفق بين يدايا ألم عاشه الآلاف في سوريا وتحديداً في حلب حيث كانت سيدة جزءاً من مهمة الإنقاذ والمساندة التونسية نجحت في نفضي غبارها عن البعض وعجزت أمام حالات أخرى يدفل الصغير بالكل ستة شهر كل ما يعطيه البيبرو دم ما يشده يحاول يباعد رأسه ويقوم يبكي يعطيه الماكلة وهو مش متعودة عليها فكان صعب أن تشوف الصغير يبكي على فقدين أمه وهو في العمر هذي كانت فما حكيت ستة كبيرة المره هذية كانت فلاحة ويدها زوزة تكسره فكانت تغزر السوابحة وتحركت السوابحة وتقول زعمة يار ترجع إيديا للطراب تحفر الطراب وتزرع الأكل باش نوفر الأكل للعائلة فكانت ما هيش تغزر الكسور تغزر هي تحب ترجع كما كانت تقبل وهي كانت باش تدخل بيت العملية وقتها فحاولت نطمئنها أن ترجع للأرض وتشمر يحتل الأرض كما هي تقوم الشاهدة على الموت والحياة والخيط الرفيع بينهما لم تتردد في قبول مهمة دقيقة كهذه ربما لشعور بالمسئولية كأخصائية نفس أو لشعور إنساني تنتفي بوجوده الحدود لتعيش قصصا استعادت معها لحظات فارقة في حياتها بداياتها كممرضة وتمسكها بتحقيق حلمها الفكرة رودتني وقت اللي حاسيت روحي أني كنت نجم نكمل قرايتي وما نقتصرش على أني نكون ممرضة أكهو رغم لأن المهنة التمريض نحبها برشا وتعجبني لليوم كانت الفكرة ديما أني نحب نعدي الباك عديتها بعد أول مرة قبل ما نتزوج بعد عديتها بعد ما تزوجت وعندي أولادي الزوز ما زلو صغار ما سهل شربي كرا قاعدة باقي سيكنا في ذهني وقت مصلت لنا واربعين سنين عديتها خليتها من البرانسيبال وتوجهت ما حبيش نبعد يسر على الضمان متاع الصحة لأني أنا مبنت الصحة فخترت أني نعمل علم النفس وحمد الله وكملت خدمت بالليل حاولت الوافق بين عائلتي وبين الدراسة أنا عندي دليدو ماستير عندي ماستير بروفيسيونيل ماستير دو روشيخ عديز دا ماستير أخرى من الفك دو ميتسين بسيكو أنكولوك طبعا نشوف اللي الذول في قاعدة متاحة أني مش إن شاء الله نقدم على الدكتورة بإذن الله الحلم عند هذه المرأة لا يتوقف في حدود الدراسة والعمل فهي الفنانة المسرحية والناشطة الجمعياتية بقية المسرح اللي هو نوع من العلاج يعني حتى لئي أنا في حد ذاتها فعجبني وقعت مكملة فيه ومنيش بشن بطل المسرح بالكل بإذن الله وفي الحياة الجمعياتية كنت نتعامل مع جمعيات كنت نخدم في المستشفى الأطفال فما يونيتي دونكولوجي اللي هي الأطفال ربي يشافيهم مرضى بالسرطان فكنت نتعامل مع الجمعيات معناها في الأعياد في المونسابات سيدة الغانمي تجربة امرأة فريدة لا تختزل هي التي لا توقفها حدود أمام مواصلة عطائها الإنساني ولا تعترف بثقل المسئوليات أمام جموح طموحها وراء كل امرأة طموحة امرأة بداخلها طموحة للنخاع